ربابليك شكراً السيد الرئيس بدايةً فإن وفد بلادي ينأى بنفسه عن أي توافق للآراء بالنسبة لمشروع القرار المعنون تقرير المحكمة الجنائية الدولية وإن يذكر هنا بأن الجمهورية العربية السودية كانت من بين أوائل الدول التي ساهمت بفاعلية في المفاوضات المتعلقة بالنظام روم الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية كما كانت من أوائل الموقعين عليه إلا أنه وفي مواجهة ما أفرزته تجارب هذه المحكمة من خضوع لضغوط حكومات دول النافذة ومن تطبيق انتقائي ومجتزأ لمفهوم العدالة فقد قررت بلاد سوريا أن نأي بنفسها عن هذا الجهاز بعد أن أصبح مؤسسة قاصرة ومنحازة تسيئل لمفهوم العدالة النبيل وتعمل كأداة لخدمة أهواء بعض الحكومات وبالنتيجة كوسيلة لتقويض العلاقات الدولية وتهديد ركائز القانون الدولي ومبادئ الميثاق السيد الرئيس لقد تطرق بعض الوفود في بياناته اليوم إلى الوضع في بلادي وأقحم مواضيع بعيدة تمام البعد عن موضوع جلسة اليوم حيث طالب بتحقيق ما أسماه العدالة وبضمان عدم الإفلات من العقاب في سوريا من خلال نقل الوضع فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية أو من خلال الطلب من الدول التعاون مع ما يسمى آلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة إن هذه البيانات التي أقصدها وفي مقدمتها بياني الدانمارك والولايات المتحدة الأمريكية تجاهلت الانتقادات الجوهرية التي وجهتها الكثير من الدول اليوم ومن قبل لعمل المحكمة الجنائية الدولية ولولاياتها المقصورة عمدا على دول دون دول وعلى قضايا دون قضايا بل تجاهلت هذه الدول اليوم الأسباب الحقيقية التي تدفع بعض الحكومات إلى الانسحاب من نظام روما ومن المحكمة إن قمة النفاق السياسي التي ما ذالت تتمثل إلى اليوم في أن نستمع لحكومات بعض الدول وهي تتحدث عن العدالة الدولية وتدعو إلى تطبيق ولاية افتراضية للمحكمة الجنائية الدولية على الحالة في سوريا بينما قامت ذات الحكومات بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل منح الجنود الأمريكيين الحصانة من الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية وهذه عملية كما تعرفون بدأت منذ التوقيع منذ أن بدأت الدول بالتوقيع على اتفاق روما ومنذ أن بدأ إنشاء هذه المحكمة كانت الولايات المتحدة تقوم بجهود دبلوماسية للتوقيع على اتفاقيات ثنائية مع الدول من أجل منح حصانة للجنود الأمريكيين وبالفعل نجمت عن هذه الجهود الدبلوماسية توقيع العديد من الدول لاتفاقات من أجل منح الجنود الأمريكيين هذه الحصانة للأسف نستمع في بعض المنابر ومنها في منبر اليوم دول تتحدث عن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي في نفس الوقت توقع اتفاقات ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لمنح حصانة لجنودها من ولاية هذه المحكمة أما بخصوص ما يسمى آلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة فإن الجمهورية العربية السورية ومعها العديد من الدول الأعضاء ترفض الاعتراف بوجود هذه الآلية أو بأي ولاية لها باعتبارها تعكس تشويها لمفهوم الولاية القضائية العالمية واستغلالا له في إطار الجمعية العامة ومخالفة جسيمة لنصي المادتين اثنان واثنى عشر من الميثاق ولنصوص المواد الأخرى من الميثاق التي تحدد ولايات الجمعية العامة بشكل لا لبس فيه وأشير هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى خرق قانون جسيم في عملية تأسيس هذه الآلية والذي تمثل بمنحها صلاحيات هي من اختصاص الادعاء العام الوطني كجهاز قضائي في كل دولة إن الميثاق لم يمنح الجمعية العامة في الأصل أي تولايات أو اختصاصات تتعلق بالملاحقات القضائية والتحقيقات الجنائية وعلى هذا الأساس القانوني لا تملك الجمعية العامة الولاية لكي تخلق جهازا يتمتع بصلاحيات لا تتمتع بها هي أصلا فضلا عن أنها أي الجمعية العامة لا تتمتع بصلاحية إنشاء مثل هذا الجهاز وهي صلاحية مناطط بمجلس الأمن حصرا من جديد فإني أدعوكم لقراءة الوثيقة الرسمية رقم A سلاش سيفنتي وان سلاش سيفن ناينتي ناين وهي الرسالة التي وجهها الوفد الدائم لجمهورية العربية السورية إلى الأمين العام والتي تكشف الخروقات القانونية الجسيمة التي اعترت عملية إصدار قرار الجمعية العامة رقم سيفنتي وان سلاش تو فورتي ايت الذي أنشأ هذه الآلية غير الشرعية وبالمحصلة فإن بلاد السورية تدعو الدول الأعضاء أن تنأى بنفسها عن عمل هذه الآلية وأن تمتني عن تقديم أي مساعدة أو تمويل لها وضعين في الاعتبار أن ثمانين بالمئة من الأموال التي حصلت عليها هذه الآلية قد أتت من حكومة دولة لا تعترف بتصنيف الأمم المتحدة لتنظيم جبهة النصر على أنه كيان إرهابي بل وتستمر في تمويله وتسليحه حتى هذه اللحظة وبالنتيجة أيها السادة فإن آلية تمويل من ذات المصدر الذي يمويل الإرهاب لا يمكن أن تكون محايدة ولا دولية ولا مستقلة بل هي مجرد استنساخ مشوه لمفهوم الولاية القضائية العالمية ختاما السيد الرئيس لم يعد من المقبول أن تجعل حكومات بعض الدول من العدالة وهي أسمى المبادئ الإنسانية وسيلة للتدخل في شؤون الدول الأخرى ولم يعد من المقبول أن تكون العدالة مجرد أداة سياسية في يد الأقوى من أجل تطبيقها على الأضعف وبالنتيجة فإننا ندعو الحكومات التي تتحدث كثيرا عن مبدأ عدم الإفلات من العقاب بأن تدعم أقوالها بالأفعال وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين في حكومات بعض الدول عن رعاية وتسهيل وتمويل عمليات نقل الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلاد سوريا وأنتم تؤمنون جميعا ولو ضمنا بأن تدفق عشرات الآلاف من هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى سوريا والعراق لم يكن وليد جهود فردية بل كان عملية منظمة استمرت لسنوات وتورطت فيها الحكومات وأجهزة الاستخبارات في العديد من الدول كما ندعو الحكومات التي تدعم مبدأ عدم الإفلات من العقاب إلى المطالبة بمحاسبة قوات ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا هذه القوات التي استخدمت في سوريا أسلحة محرمة دولية من بينها الفوسفور الأبيض والتي قتلت حتى اليوم آلاف المدنيين وقصفت المدارس والجسور والبنى التحتية ومحطات الطاقة والمياه والتي دمرت مدينة الرقة بالكامل وسوتها مع الميليشيات الحليفة لها بالأرض ثم أطلقت على جريمة الحرب هذه انتصارا على تنظيم داعش الارهابي وبالنهاية ما جرى كان أن قوات التحالف الدولي مع ميليشياتها الحليفة على الأرض كانت قد عقدت صفقة مع تنظيم داعش نقلت بموجبها عناصر هذا التنظيم من مدينة الرقة إلى دير الزور لعرقلة عمليات الجيش السوري وحلفائه ضد الإرهاب هناك عفوا على الإطالة وأشكركم سيد الرئيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة